الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم جعلنا من عتقاء رمضان رمضان كله عبادات جميلة من العبادات السهلة والخفيفة اللي لها ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى طعام الفطور وطعام السخور وانت بتاكل على الفطار وانت بتاكل على السخور بتاكل حسنات عظيمة لا يتصور مداها العقل سبحان الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لم تزر أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور فتعجلوا الفطر من السنة وتأخيروا السحور من السنة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو تحب فا تزود حسناتك تفطر بالطريقة التي كان يعني يفطر بها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك في السحور فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر ويأكل قبل أن يخرج لصلاة المغرب كان يأكلوا رطبات يأكلهن وطرا فإن لم يجد يأكلوا تمارات يأكلهن وطرا فإن لم يجد يحسوا حسوات من الماء ويخرجوا صلى الله عليه وسلم للصلاة فاستشعر وانت جالس في البيت كده بتاكل طعام الفطار انت لوحتك او انت واصرتك وحبيبك انك بتعبد ربنا سبحانه وتعالى الام في البيت وهي بتجهز لبيتها والعيالها والزوجها الفطار في رمضان هي بتعمل عمل عظيم بتيسر لهم امر العبادة فطعام الفطر دوت من العبادات المهمة جدا جدا في رمضان وكذلك الصحور اسمع المفاجأة بقى في الصحور النبي عليه الصلاة والسلام يقول اكلة السحر اكلة بركة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين الله وانت اعبد تتسحر جالس تخيل كده ان الله يحب ان يراك في هذا المشهد وان الله وملائكته يصلون عليك وانت تأكل هذا الطعام هذا السحور سبحان الله تعالى يعني ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين الله يصل على ملائكته الله سبحانه وتعالى يصلي على عباده والملائكة تصلي على المؤمنين قال الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وقال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صلاة الله ليست الرحمة فقط الرحمة هي من أعظم ما ينزل على العبد من صلوات الله ولكن صلاة الله سبحانه وتعالى العبد أن يثني الله سبحانه وتعالى في المال على العبد وأن يذكره الله وأن يفتح الله سبحانه وتعالى له من كل أبواب الخير ما يوسع به أرزاقه ويوفقه ويصب عليه البركة صبة كل الأشياء التي تقيم لك سعادة الدنيا والأخيرة لما صلاة الملائكة هي الثناء على العبد والدعاء له بالمغفرة والرحمة كما فصرها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن الملائكة في معنى الصلاة تقول اللهم مغفر له اللهم ارحمه تخيل كده وانت قاعد في هذا الطعام اللي هو السحور وتتسحر تأكل استشعر المعنى له أنك في عبادة يعني يقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فقيل لزيد بن ثابت كم كان بين السحور والأذن فقيل أو فقال كانك قدر خمسين آية أي فقدر قراءة الرجل خمسين آية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتأخير السحور أسأل الله أن يجعلنا من وتقيا رمضان